سمعت أحد يستنكر هذا الفعل؟ ما أحد يستنكر يعني ولا واحد قادر أن يملك الشجاعة الكافية لإنستنكار هذا القصف اللي قد يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار العراق ولذلك في رأيي أن الجميع متسامح مع هذه الأعمال ولا يستطيع أن يستنكرها بشكل علني وفي رأيي أنه أنا أتوقع أن الأمريكان نعتهم جرحة وأحدهم جرحة خطير احتمال أنه يقيمون بعمل عسكري في الساعات القادمة وعطهمهم وبنك أهداف كبير جدا تجاه هذه الفصائل وسوف نعطي خسائر لا مبررة لها شهداء لا مبرر وهذه الأمور قد تكررت بشكل كبير جدا وفي اعتقاد أنه الساعات القادمة سوف تشهد كثير من الأمور أو سوف تشهد رد فعل لأن بايدن اجتماع ويعني القادة العسكريين وقرروا هم ماذا يفعلون تجاه هذه الفصائل سواء في هذه الساعات رد فعلهم سيكون سريع لنعطوا خسار في هذا المجال لأنه لكن هناك سيئة الفريق هناك من يقول خلاف ما تتوقعه أنت يقول أنه أمريكا ستنتظر الرد الإيراني على إسرائيل وبعدها ستقرر الكل يعني القرارات مرتبطة بالرد الإيراني وتوقيتاته ومدى نتائجه وماذا سيحصل وبالتالي سيكون هناك قرار بالرد تتفق مع هذا التوء الرأيي؟ لا أنا في رأيي سوف يكون القرار الأمريكان في هذا المجال الضربة على عين ليس لها أي علاقة مع رد إيران على الكيان الصهيوني أو رد حزب الله على الكيان الصهيوني فهذه الأمور هما ينظروا لها بمعزل عن هذه الأحداث التي تحدث وفي اعتقادي أيضا هما يعني هيبة الولايات المتحدة قوة كبرى وأكبر قوة في العالم ففي رأيي أنه القرار سيكون منفصل عن ما يحدث هذه أمور أخرى وهناك تعركات دبلوماسية وتحركات عسكرية وكثير من الأمور وإحنا سمعنا من خلال أيضا حتى قارير اللي بثت من خلال قناة تغيير أن هناك أسلحة جديدة سوف تدخل في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر